أهلا بكم باب من العاصمة عدا نوجه رئيس الوزراء في حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك بتذليل الصعوبات أمام شبكات الضمان الاجتماعي بما فيها صندوق الرعاية الاجتماعية للقيام بواجباتها وبما يضمن الوصول إلى المستفيدين من المنح الدولية بأقل تكلفة وأسرع وقت ممكن وأكد رئيس الوزراء لدى ترأسه اجتماعا بمناقشة أداء صندوق الرعاية الاجتماعية والتنسيق القائم مع المنظمات الدولية أكد على تفعيل دول الصندوق وبناء قدراته للقيام بدوره على مستوى الوطنية وشديدا على أهمية ضمان تحويل الأموال بآلية تتيح رقابة البنك المركزي في عدن وتعطي أكبر عائد للمستفيدين من التحويلات ووجه رئيس الوزراء بالعمل بشفافية وفق قاعدة البيانات للمستفيدين وفق متطلبات الدول والمنظمات المانحة هذا وأقرى الاجتماع عدم من الإجراءات وأليات العمل لتفعيل دور شبكة الأمان الاجتماعي بشكل عام